ساعات كتير وإحنا ماشيين في الطريق ممكن تظهر لنا علامة فجأة في تبدون السيارة ممكن تبقى دريبة شوية ومع التقدم يوم بعد يوم في صناعة السيارات العلامات دي بيئت تزيد يوم عن يوم لدرجة إنك مهم ما كنت خدير في السيارات هتلاقي نفسك محتار في معنى اللمبض ولو ظهرت قدامك مش هتبقى عارف هل الموضوع خطير ولا يكمل مشواري عادي النهاردة جاي تتكلم معاكم عن أغرب عشر علامات في السيارات في الغالب بالنسبة كبيرة أنتم أول مرة تسمعوا عنها وفي الغالب لو أنت عندك عربية جديدة أو نوات غير عربيتك لعربية أحدث فأكيد هتشوف واحدة منهم وهقولك كمان إيه هو التصرف الصحيح مع كل لمبة من العلامات الغريبة إنها تشوفها دورة أول علامة معاك دي لمبة التحذير من خفاض مستوى زيت الفرامل لما تظهر معاك هتاخد بالك وتشوف دواسط الفرامل بيكت سهلة معاك وطرية ولا لا ولازم تروح تغير زيت الفرامل ولو ظهرت معاك تاني تشوف هل في تسريب في الدورة وطرية تاني علامة معانا معناها إن لمبة الفرامل في الفنوس الخنفي مش شغالة لما تدوز فرامل مستوى الخطورة عالي ممكن حد يخبطك من وراء لو يفتفج هتحتاج تغيرها بكل سهولة بنفسك أو عند أي كهربائي سيختالت علامة معانا ودي أول ما تشوفها هتفكر على فرخة محطوطة على الشواية ودي معاناها مشكلة في حساس علبة البيئة مستوى الخطورة متوسط على المدى القريب تكمل مشوارك بس لازم تروح الورشة تنظف الحساس أو تغيرها كنا تكلمنا بالتفصيل عن حساس علبة البيئة في حلقة 7 أسباب لإضاءة لمبة اللي تشيك إن أنصحك تشوفه بعد ما تخلص الفيديو ده وهتلاقيه في الوصف تحت طابع علامة معانا ودي أول ما تشوفها هتفكر على منصة إطلاق صواريخ بس دي معاناها إن فلتر الهوى بتاعك متسك وعاوز يتغير وكنا عملنا حلقتين واحدة عن أعراض تلف فلتر الهوى واحدة عن أيهم أفضل ترضى فلتر الهوى ولا نشتري واحد جديد سامس علامة معانا للواحدة الأولى هتفكر إنه هما زي بعض لكن لو ركزت هتلاقي واحدة فيها خطوط قبل حرف D ودي معاناها إن لمبات الضباب والشابورة الأمامية مضاق والتانية خطوط بعد حرف D والترمز لللمبات الشابورة الخلفية وياريت الناس خلي بالها شوية إن لمبات الشابورة الخلفية بنستعمالها فقط وقت الضباب والشابورة علشان بتسبب عمل اللي وراك في بلاش الجهن سادس علامة معانا ودي علامة الموبلايزر ودي خاصية مانع سرق معاناها باختصار إن العربية ما تفتحش إلا بالمفتاح بتاعها حتى لو طلعت عليه نصف ولو عاوزين نعمل لكم حلقة عن إيه هي كل الأسباب ظهور اللمبة دي غير إن المفتاح مش أصلي اكتبوا لنا في التعليقات سابع علامة معانا ودي معاناها إن حق السحر عندك طوله مش مصب عاوز يتأثر شوية أو يتزود شوية وفيه أدوات بتتباع علشان تزبطها أوتوماتيك وطبعا خطر إنك تمشي بيه كده لإن المقطورة اللي وراك مع الانخرافات ممكن تسبب حوادث لقدر الله ثامن علامة معانا ودي معاناها إن ضغط الإطارات بقى منخفض وهتحتاج تزوده في أقرب وقت تاسع علامة معانا ودي معاناها مشكلة في منع الإنزلاق تراكشن كنترول وده معانا إن فيه تأثير توازن على السيارة في المناطفات وسرعات العالية عشر علامة معانا ودي معاناها إنخفاض مستوى السائل الخاص بمساحات الزجاج كل اللي هتحتاجوا إنك تروح تزودوا مية بس كده وإن حابين نعمل حلقة تانية مكملة لموضوع العلامات الجريبة اضغطوا لايك عشان نعرف عدد المهتمين بالموضوع وتنسوش تشتركوا بقراطنا وتفعلوا الجرس علشان يصلكم إشعار بكل جديد ننزله أول بقى ترجمة نانسي قنقر